من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة مع حضراتكم دلوقتي من كتاب المعاصر برضو تشابتر ثري وتشابتر فور من القصة بتاعت جريت اكسبيكتيشنز صفحة ربعمائة تمانية وسبعين وربعمائة تسعة وسبعين وشابتر فور صفحة ربعمائة ستة وتمانين وسبعا وتمانين من كتاب المعاصر الجملة رقم واحد بتقول لحضرتك لا تكن واقح احترم نفسك كان في عاصفة وحشة جدا والشقة بتاعتي اتملت بالطرابة وتعفرت قبل ما يكون ميكانيكي مشهور كان ايه يعني صبي او متمرن اللي جبن مرت به ده سيلزمان البائع ده بورق ملون جميل يبقى ده جبن مرد دي راب دي يعني لفها او غلفها نمبر فاين انا طلبت من صديقي ان انه هو يعني انا برضو يعني في هنا حاجة غريبة بعض الغلاطات في الجمل اللي هتقابلنا في شابتر تلاتة واربعة غلطات واضح ان في تصرع كبير اوي في حط الاسئلة والفي حاجات واقعة المهم بيقول اي اسكت ماي فرين تو ليد المفروض بقى انه يقول ليد مي اوت اوف ليد مي اوت اوف يعني يوصلني برا الحي بتاعهم ليد اوت اوف يعني يوصل حد او يخرجه او يقوده الى خارج مكان ليد اوت اوف ففي هنا غلطة المفروض يبقى فيه هنا مي وهنقابل كزا جملة برضو فيهم لخبطة في الكلمات كده والدنيا بايزة هنا شوية نمبر سيكس بيقول لما تخطبوا الخطيبة اخترت ايه رينج اخترت خاتم لطيف للخطوبة نمبر سيبن بيقول قنة هي المحافظة اللي فيها انا عشت وكبرت او طرع راعت نمبر ايت لما دخلنا البيت القديم مليان شبك عن كبوت مليان خيوط عن كبوت نمبر ناين سلوة is my cousin بنت عمي this means وده معناه that she is one of my ان هي واحدة من ايه ريلاتيفز اريبي نمبر تن السقف القديم عروق خشب ضخمة كده يبقى ايه متسبت او مشبث او مربوط او يعني مسنود بايه بعروق خشب ضخمة نمبر ون في الديفنيشنز بيقولك امرج سريموني المراسم بتاعة الزفاف ان ذميل والوجبة او الحفلة اللي بتتبع الكلام ده اسمها ايه نمبر دي ويدنج نمبر دي ويدنج دي يعني ازالة الحشائش الضارة بات المعركة وبوتل زجاجة ايه يبقى لجابة نمبر دي ويدنج ازيه اه علشان هو عمل حاجة جيدة او متعاونة او اشتغل علشان خاطر يحصل عليها يبقى الاجابة اسمها يعني المكافأة مقابل الشغل نمبر دي يعني جايزة على مجمل الاعمال يبقى الاجابة نمبرد به يا الصح تعالى على رقم ثلاثة بقولك عضو او فرد من افراد عائلتك بنسميه ايه يعني احد الاقارب نمبرد بي اورجان يعني عضو من اعضاء الجسد واونر مالك وكلاسميت زميل في الفصل نمبر فور لون جلده كده يبقى ابيض قوي هنا برضو غلطانة هو بدل ما يقول ذان كتب ذات بيبقى كده بنقول عليه ايه بيل يعني شاحب او باهد كده لما الواحد يبقى لون جلده قوي يعني بدأ اصفرة من ما تيجي اتمرض او عاية او تعب يعني فبيبقى شاحب اما نمرد بي بايل يعني كوم او غرمة نمبر فايب انامبر اوف بيب والعدد من الناس او الاشياء ده تزمور ذان افيو اكتر من القليل بشوية بس في نفس الوقت مش قلط يبقى بنسميها سيفيرال يعني عديد نمبر سيكس سبيس مينز دارك غامق او مظلم كده خاصة ان اويدت ميكسي وفي لسان حاجة تحزنك يبقى بقول عليه كئيب الاجابة نمرد دي جلومي يعني كئيب نمبر سيفن شخص بيشتغل عند واحد مشغله لفترة سابتة من الوقت عشان يتعلم مهارة معينة يبقى ده اللي بنقول عليه يعني اللي هو الصبي او المتمرن شوب كيبر صاحب محل تكنيشن فني يعني هاوي نمبر ايت بيقولك انك تخط ورقة او القماش على حاجة عشان تغطيها يبقى ايه راب الاجابة نمرد بي راب يعني يعني يغلف او يلف حاجة في ورقة او صرفانة او حاجة شيء كده جميلة كريب يعني يزحف نمرد ايه دي نمبر ناين بيقول العمل الواجبات الموقع الوضع الاجتماعي ده التي تخص شخص خاصة لما يكون يقدر ان هو يحقق الافضل عاد تدور ومحص وفحص والراجل حططها كده المهم ايه اللي هي زي ساعة لما قلنا نصيب الواحد او قدره او الحاجة بتاعته اللي على قده اللي هو وضع يعني او يعني ده نصيبك بس انا شعار ما لقيتش حاجة اي حاجة اتوفي غير ان هي محطوطة بالشكل اللي حضراتكو كده شايفينه الاجابة نمبر تن الموقع اللي فيه اتنين او اكتر من الناس غير متفقين مع بعض غالبا بيبقى فيه ايه فيه غضب او مدائي من بعض بالاجابة يعني جدال او نقوش او خلاف هنيجي بعد كده على وده في صفحة ربعمية ياسيدي وستة وتمانين ربعمية ستة وتمانين شابتر فور بيقول لك نمبر ون لتصليح السندوق الخشب ده هي نيدد هو حتاج نقط انت سام نيلز ومسامير هو حتاج نمرت سي همر شاكوش وشوية مسامير نمبر تو بيقول لك تراي تو بي كالم حاول ان انت تهدى برضو فيه مشكلة في الجملة دي يا جماعة ايه المشكلة ان هو جاي بالجملة علشان خاطر حضرتك تختار الكلمة المحددة في الكلمات في نفس الوقت ممكن يكون فيه حل تاني مناسب يعني بيقول لك تراي تو بي كالم حاول انك تكون هادي ضمط بي لا تكون متضايق او منزعج متسامح ما تنفعناش خلاص مش جاي هنا غلط وconfused مرتبك او متحير دي يعني مندهش هنعتبر انه مندهش مش معنا هي كمان يبقى انت دلوقتي معاك متضايق او منزعج وconfused مرتبك او متحير انا بقول لواحد اهدأ او خليك هادي ممكن تنفع الاتنين بس هو طبعا جايب لحضرتك ان كلمة هي اللي في كلمات للشابتر فحضرتك لازم تختاره برضو حاجة عجيبة جدا يعني فبيقول لك تراي تو بي كالم حاول انك تكون هادي ضمط بي دي اجابة عند حضرتك upset الاجابة نمرت ايه number three never space the same mistakes ابدا لا نقط نفس الاخطاء or it would be a kind of stupidity ولا هتبقى دي كده نوع من الغباء يبقى ما ترتكبش او ما تكررش نفس الاخطاء بل اجابة نمرت be make mistakes number four you know that my note is set on my children اللي هو التعبير او اللفظ المعروف ده اللي هو ايه my heart is set قلبي عازم على او قلبي متعلق بي اطفالي they are the world for me هم بالنسبة لي العالم كله يبقى my heart is set on يعني قلبي عاقد العزم او مصمم او مصر او عازم على او متجه نحوه number five بيقول لك the police is peace him to commit the murder الشرطة نقط هو انه ارتكب جريمة القتل اللي جابنا مريد بيه suspect يا شك value it يقيم appreciate you قد respect يحترم الشرطة شكت فيه انه ارتكب جريمة القتل number six children often are scared scared of على طول خائف من زي افرد اف كله اف اف مع الخوف يبقى الاجابة نمرت سي خائف منها الكلاب الاجابة في number seven بيقول لك it's not good to accuse ليس من الجيد انك تتهم people الناس without any من غير ما يكون عندك اي ليس جيد انك تتهم الناس بدون بينا او دليل او اسبات او برهان الاجابة نمرت number eight after his birthday party بعد حفلة عيج ميلاده he was exhausted كان خلصان من التعب because he had to meet many لانه اضطر انه يقابل كتير من ضيوف guests number eight spectators المشاهدين host هو المضيف اللي بيضيف الناس عنده يقعدهم عنده patient طبعا يعني patient صبور بتيجي صفة patient مريض number nine بيقول لك she was a kind woman كانت سيادة عطوفة she was space to many charities ازي الاجابة يا دمرت ديف لو فاكرها بنفاكتور فاعلة خير conductor يعني كومساري expert خبير واركيولوجيست علم اثار كانت فاعلة خير بالنسبة لكثير من الجمعيات الخيرية number two بيقول لك we all expected that احنا كلنا توقعنا she would win the gold medal انها هتفوز بالمديلية الذهبية because she was determined to do that يعني كانت مصرة او مصممة او عازمة على انها تعمل كده excited متحمس exhausted يعني تعبان او متعب جدا delighted يعني مبتهيك تعال ع the definitions number one بيقول لك someone who is invited to an event الشخص اللي معزوم على حدث or special occasion او مناسبة خاصة انسان ميه ايه ساميه جست نظيف operator number two يعني عامل التليفونات او مشغل او عامل يعني attendant يعني مضيف او نادل او جرسون وجست يعني ضيف و host قلنا يعني مضيف تعال على number two في الصفحة اللي بعدها ربعمية سبعة وتمانين بيقول لك a او an means building مبنى that belong to قلنا عليها property يعني عقارات او ملكية خاصة number three a برضو في غلطة هنا and that object ايه and that object دي انا مش عارف اي كلام كده وخلاص the object هنقول بقى the object or some information او المعلومات that shows something is true اللي بتبين ان حاجة حقيقية او صحيحة المعلومة او الشيء اللي بيبين ان في حاجة صح يبقى دي الدليل او البرهان او الاسبات اللي هي proof accusation النمرت ايه يعني اتهام ونمرت sieropary سرقة وثفت برضو يعني سرقة يبقى الاجابة دليل your heart is اهي is sit on اهي الاجابة نمرت ايه وخلي بالك منها مش بالاي يعني يجلس لا sit on يعني قلنا قلبك عازم على او عاقد العزم او مصر او متجه نحو something shake when you really want it لما تكون عايز الحاجة دي اوي or want to do it او عايز تعملها نمر 5 بيقولك feeling that good things will happen means الحاجة اللي هي ايه بيقولك ان الحاجات المتوقعة او الشعور بان الحاجات الحلوة هتحصل يبقى ده اسمه ايه اللي هي العنوان القصة great expectations يعني توقعات يعني تطلعات يعني احلام great expectations يعني احلام عظيمة او تطلعات عظيمة نعمل ايه objection اعتراض determination يعني استصميم او اصرار او evaluation يعني تقييم number six a or an is a large group of people المجموعة كبيرة من الناس برضو نفس الحكاية يعني هو have gathered اللي تجمعت وجذر مع بعض to do something عشان تعمل حاجة هي في التعريف التعريفات الموجودة اللي هي ايه crowd اللي هي الزحام الشديد او الحشد من الناس number seven an area of ground مساحة من الارد people are buried الناس بتتدفن فيها خلاص مش مكملين يا باشا الريف يارد اللي جابني بردي اللي هي المقبرة تعال بعد كده على number eight to space means to think that something is probably true انك تعتقد ان حاجة صح special خاصة لو الحاجة دي غلط يبقى انت شاك ما اعتقد ان الحاجة دي صح بالذات لما تبقى الحاجة دي سيئة اصلا او وحشة اللي هو الشك اللي هو الظن اللي جابني بردي ايه suspect number nine بيقول لك something that is useful or good حاجة مفيدة او جيدة but difficult to do بس صعب انك تعملها اللي هي بنقول عليها ايه to be worth the effort اللي هي تستحق المجهود حاجة حلوة وصعب انها تتعمل فبنقول عليها انها تستحق التعب او المجهود number two بيقول لك ايه او انا ازا فيرسون الشخص اللي بيدي واحد فلوسها عشان يساعدهم ان هم يحسنوا حياتهم يبقى دوة اللي احنا قلنا عليه في الكلمات قبل كده اللي هو بني فاكتور يعني فاعل الخير او الانسان الخير اللي بيحب ان هو يتبرع وبكده ان شاء الله انكم خلصنا شابتر واشوفكم قريب جدا ان شاء الله في الفيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته